إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد حديثي مع حضراتكم في هذه الخطبة عن موضوع بعنوان سنن الصوم وهي ستة مسائل وقبل ذلك نطيب خاطركم إخواني فإن وجود السيارة قد تعرقل في محطة بركامة من بركامة إلى قنجور وكذلك من قنجور إلى كاتر فنعتذر إليكم لأجل هذا التأخر الحاصل وذلك خارج عن الإرادة والله ولي التوفيق سبسنان الصومي ستة أولاً تعجل الفطر ثانياً تأخير الصحور ثالثاً زيارة في أعمال الخير رابعاً قول القائل إني صائم خامساً الدعاء عند الفطر ثالثاً ثالثاً قول القائل إني صلى الله عليه وسلم قول القائل إني صلى الله عليه وسلم قول القائل إني صلى الله عليه وسلم جزيلاً قول القائل إني صالياً قول القائل إني صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 هكذا نانسي قنقر 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 هذا هو فعلكم وهذا هو تصرفاتكم المشين للدعوة السلفية والسنة هذا قلة مروعة ومخالفة للسنة وعدم التخلق بالعداب الإسلامية السامية وانكم لا تأبعون بالسنة وتتبيق مسائلها والاقتداء تم للسنة النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فلن تعدوا قدركوا الله أكبر كلها سوالة صلى الله عليه وسلم ماذا قلت تكون من الناس واعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وَإِذَا خَاطَمَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رِوَادُ فَوْنَدَ فَلَا يَجْهَلُ أَكَانَا كَوْيَيَاكِ كَوْيَيَاكِئِ كَوْيَيَاكِئِرْفِي بَسُنِّ هَذَا الَّذِي نَقُولُهُ لَكُمْ إِسْكَطْرُ جَرِبِ النَّابِ غِلْمَانٌ صُفَهَاءُ الْأَحْلَامُ هُدَثَاءُ الأَسْنَان يستجمعوا للمناصرة لمشايخهم بالجهل والطيش وقلة المرؤى يرتكبون على هذه الأفعال الشنيعة والناس يرون هذا يومياً وشهرياً وصنوياً وهم لا يهركون ساكناً وَلَنْ أَزَالَ نَفْضُحُكُمْ أَمَامَ الْعَالَمِ لِيَرَى الْنَّاسُ غَبَاوَتَكُمْ وَجَهَلَكُمْ vain ev vocês مَمُلسَةَ مَا الْنَاسَلَّمُ ثُدُحَارَتَداً هَّا مُلَا يَجَنْ اَسْتَ دُّا هُولَ بِوَالِ مِنَجْ logos أَسْتَ دُّدُّ ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر